تستقبل محافظة الوادي الجديد بشائر موسم جني التمور هذا العام باستعدادات شاملة من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة وترفع المحافظة شعار صنع في الوادي الجديد بهدف تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربح لصالح المزارعين وأصحاب مصانع التمور استعدادات شاملة تقوم بها الجهات المعنية في محافظة الوادي الجديد لاستقبل بشائر موسم جمع التمور هذا العام من أجل إنجاح الموسم لتطوير قطاع إنتاج التمور بالمحافظة صنع في الوادي الجديد هو الشعار الذي ترفعه المحافظة من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والربح لصالح المزارعين وأصحاب مصانع التمور في المحافظة التي تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنتاج تمور التصدير وبهدف التوسع في تصدير محصول البلح هناك خطة شاملة تم وضعها من خلال إجراء تعاقدات تصديرية مع عدد من الدول وتصدير تمور المحافظة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والتي كان آخرها كندا، روسيا، إندونيسيا، المغرب من خلال التعاقد على شراء المنتج الخام من مجمع تمور المحافظة الحكومية الذي ينتج حوالي 25 صنفا من منتجات التمور المصنعة أصناف متنوعة من البلح الخام والبلح من زوع النوى والمحشوب المكسرات والفول السوداني والفستق واللوز وبلح مغطى بالشوكولاتة والبلح الخام وغيرها من الأصناف عالية الجودة يتم تصنيعها وفقا لأعلى درجات الجودة ومطابقة المواصفات زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد تشهد توسعا كبيرا بهدف الوصول إلى مستهدف خمسة مليون نخلة مثمرة من أجود أنواع التمور